ننتقل وإياكم مشاهدين إلى موضوع آخر حيث تنظم مكتبات الشارقة العامة الدورة الرابعة من معرض التخصصات في مقر هيئة الشارقة للكتاب في إمارة الشارقة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سبتمبر الجاري وذلك بهدف توعية الطلبة بالمعارف والأساليب التي تتيح لهم اختيار التخصصات المناسبة وتساعدهم أيضا على التخطيط لمسارهم المهني بنجاح من خلال اختيار التخصص الملائم لهم والحديث أكثر حول هذه التجهيزات لمعرض التخصصات وأبرز ما سيتضمنه أيضا من مشاركات وفعاليات يسعدنا أن نرحب معنا في سيديو برنامج أماسي بالأستاذة إيمان ماجد بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة حياتش الله أستاذة إيمان أهلا وسلم نورتينا ببرنامج أماسي مثل هذا المعرض وهي يتضامن أيضا مع أهداف المكتبة التي تعتبر الأساس الثقافي هنا في إمارة الشارقة لها دور كبير في مساعدة الطلبة الجدد يمكن حتى القدامة نوعا ما في اختيار التخصص الملائم لهم يمكن أو حتى اختيار المجال الذي يمكن يكون أكثر توافد عليه خلال هذه الفترة يمكن حتى يتماشى مع استراتيج الدولة والوظائف والمجالات التي تحتاجها نود في البداية نعود في الذكريات إلى 2018 بداية هذا المعرض الذي بدأ بقوة والآن في دورتها الرابعة وبالتأكيد كان هناك تجهيزات أكبر حتى تتميز هذه الدورة عن الدورات السابقة نعم معارض التخصصات مثل ما تفضلتي بدأ في عام 2018 نحن شفنا أن هناك فجوة بين الطالب وبين المؤسسات الأكاديمية ولو أن وزارة التربية والتعليم وأيضا المؤسسات الأكاديمية في الدولة تحاول أن تصل للطالب بمختلف الطرق سواء كان عن طريق الموجه التربوي في المدرسة أو الأخصائي مختلف الأكاديميين في المؤسسة يحاولون أن يساعدوا الطالب على اتخاذ القرار في شأن التخصص الجامعي ولكن الفجوة جاءت من مسألة أن هل هذا الطالب يستطيع أن يسأل جميع الأسئلة التي تتبادر إليه أما بخصوص التخصص أو بخصوص المؤسسة الأكاديمية التعليمية الجامعة أو المعهد أو الكلية وما هي الشروط التي يحتاج أن يأخذها بعين الاعتبار عند اختيار التخصص ما هي الاعتبارات المختلفة التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار عند اختيار التخصص لذلك من هذه الفجوة نحن حبينا أن ننظم معرض نجمع فيه المؤسسات الأكاديمية ونتواصل مع المدارس في الدولة في هذا كل وقت كانت الفئة المستهدفة طلبت الصف الثاني عشاء ولكن مع الدورات التي لحقت الدورة الأولى وسعنا النطاق الفئة المستهدفة نود التحدث أيضا لابد من أهداف سعت إليها المكتبة الشارقة العامة لتحقيقها من خلال هذا المعرض ذكرت أيضا في المقدمة هناك تسهيل أيضا على الطلبة لاختيار التخصص يمكن ذكرت قبل الهواء استفسارات الطلبة يمكن كثيرة حول التخصصات الموجودة وهل هناك في قرار أو هناك استجابة أيضا للجامعات الأكاديمية التي تتواجه أيضا في هذا المعرض بالنسبة لاستفسارات الطلبة تأتي دائما بمختلف اهتمامات الطلبة أو بمختلف أقدر أقول عادة في هذه المرحلة طلبة يعيشون حالا من القلق لأن القرار هذا متعلق في مستقبلهم لذلك معرض التخصصات جاء حتى يسهل هذه العملية هي ليست فقط الحوار المباشر مع المؤسس الأكاديمي ولكن أيضا هناك ورش وبرامج ننظمها خلال المعرض وهي مصاحبة وتوضح هذه الاعتبارات التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار وكذلك مثل ما تقولين تحاول توضح للطالب أن مسألة اختيار التخصص هي ليست مسألة شخصية ولكن هي تجربة فردية وهو شوي مختلف في الموضوع لأن لما يكون تجربة فردية أنت تتخذ القرار بناء على ما يتناسب مع الشخصية مع ما يتناسب مع المهارات ما يتناسب مع ميول الطالب كذلك فمعظة التخصصات في الورش التي سيقوم بتنظيمها سيجيب على هذه الأسئلة وسيوجه الطالب حتى نقطة البداية لأن أنا كنت أقول دائما أن معظة التخصصات ما الذي سيقوم به أن سيوجه الطالب لعملية التخطيط المسبق جميل علشان تشسني شوي الفئات المستهدفة اختلفت عن الفئات السابقة جميل لابد يعني أن مكتب الشارق العام مسعت أيضا إلى التجديد إلى التمييز في هذه الدورة الرابعة يمكن هناك لمسة أضيفة لهذا المعرض يعني تكون تتمييز أيضا عن الدورات السابقة نود أستاذ إيمان تخبرين عن هذه الميزة عفوا والتمييز أيضا لوصل لهذه الدورة إن شاء الله في هذه الدورة نقاط التركيز جاءت على نقطتين النقطة الأولى هي كان اختبار الإمارات القياسي الأمسات مثل ما تعرفين أن هذا النوع من الاختبارات بالنسبة للطلبة شوي تعتبر مثل ما أريد أنها عائق أو صعوبة ولكن مثل ما تقولين شروط تقريبا هي من الشروط فهو يحتاج أن يتعلم عنها أكثر يعرف ما هي اختبارات الأمسات وين نقاط التركيز اللي يركز عليها كيف يستعد لهذا فركزنا في هذه النسخة في هذه النسخة أن نحن نسلط الضوء على هذا الاختبار كذلك من الأشياء يعني هي جديدة جدا أن نحن تعاوننا مع المؤسسات الأكاديمية أنه تسهل عملية التسجيل للطالب فإذا كان الطالب مستعد لأن يتعرف على عملية التسجيل ما هي الشروط التي يجب أن يركز عليها ما هي التحضيرات التي يجب أن يحضرها فستتم بشكل مباشر وسهل مع الجامعة المتواجدة جبالي يمكن الفضول لدى الآن المشاهل يتابعنا حتى أنا في الفضول ما هي المؤسسات الأكاديمية المشاركة أيضا في هذا المعرض تكون مرفض أيضا لكل الطلاب الجدد اللي ودين أيضا أنهم يلتحقون في هذه الجامعات اللي لا بد من مكتبة الشارقة الساعة إلى تواجدهم معهم في هذه المعرض أيضا في هذه النسخة الحمد لله أن عدد الجامعات والمؤسسات التي شاركت هي أكثر عن النسخة السابقة الحمد لله عندنا تقريبا 17 جامعة وكلية ومعهد من القطاع الخاص وأيضا من القطاع الحكومي وتشارك أيضا معنا وزارة التربية والتعليم قسم البعثات هذه السنة حرصنا أن يكون في تنوع كبير من بين الجامعات مختلفها هذه السنة تشارك معنا للمرة الأولى جامعة السربون من أبوظبي وأيضا جامعة الفجيرة هناك يعني غنينا على التعليم في جامعة الشائقة والجامعة الأمريكية في الشائقة كليات التقنية وجامعة الإمارات فعدد كبير من الجامعات تشارك للمرة الأولى والكليات جميل تحدث كذلك السادة إيماني يمكن مثل هذا المعرض يعتبر أيضا حلقة وصل بين الطالب والجهات المتواجدة فيه يمكن حتى المؤسسات التعليمية كيف رأيتم تفاعل المؤسسات نفسها؟ يمكن أنتوا أيضا سهلتوا علاقة التواصل والاتصال أيضا بين الطالب بين المؤسسة التعليمية تحدث اليوم عن أربع دورات كيف كانت تفاعلهم من أول دورة وحتى الآن يمكن هناك أيضا جامعات أصرت على الاستمرار معكم في التنظيم والمشاركة أيضا في هذا المعرض نعم هناك الكثير من الجامعات التي شاركت معنا منذ الدورة الأولى نسخة الأولى واستمرت حتى النسخة الرابعة هناك جامعات شافت الأثر التي تركها هذا النوع من المعارض عند الطالب كذلك مثل ما قلت لك نحن لا نستهدف فقط في الطلاب الثانوي العامة ولكن هذا العام نحن وسعنا الدائرة واستهدفنا طالب الصف الحادي عشر والعاشر لأن مثل ما قلت لازم يكون هناك تخطيط مسبق لاختيار التخصص الجامعي من ضمن أهدافنا أن نكون أيضا نقطة بداية لتخطيط لمستقبل مهني ناجح لذلك نبغي نبدأ من البداية ونستمر معهم إن شاء الله إلى ما بعد الجامعة تفاعل المؤسسات التعليمية في حد منهم تواصل معنا أن هل يمكننا المشاركة هذا العام أيضا في هذه النسخة ماذا يمكن أن نقدم كيف ممكن أن نحن نثري تجربة الطالب فكانت المشاركات جدا جميلة يعني في الدورات السابقة كان العدد قليل ولكن كل سنة الحمد لله أنه كان يزيد في المشاركة نعطيكم العافية على هذه الجزء نتحدث اليوم أن أيضا اليوم الأول من هذه النسخة ستقام أيضا محاضرة التي هي الاعتبارات الستة تقريبا لاختيار التخصص نودة تعرف على هذه المحاضرة والورش التي تقدم إن شاء الله لكل الطلاب الذين سيلتحقون ويستواجدون أيضا في هذه النسخة المتميزة أيضا من المعرض نحن حاولنا خلال هذه السنة أن نركز على نقاط معينة ومنها الاعتبارات الستة حتى لا يقع الطالب في الخطأ أثناء اختيار التخصص مثل تأثير الزملاء في الفصل أو تأثير المجتمع المحيط بالطالب لذلك في الاعتبارات الستة هي مختلف الاعتبارات التي يمكن أن يأخذها طالب عين الاعتبار وما أبغي أحددها شوهي بالضبط على أساس أننا ندعي الجميع للمشاركة ولكن تبدأ من الشخصية تبدأ من التخطيط تبدأ من المهارات التي لدى الطالب والاهتمامات التي يهتم بها فإن شاء الله ستكون هذه الورشة تحيط بهذه المختلف العناصر التي سترسم للطالب أين يبدأ وكيف سيبدأ وكيف يستطيع أن يخطط لهذا المستقبل إن شاء الله تحدث أيضا أستاذ إيمان يمكن تفاعل الطلبة ومثل ما ذكرنا قبل الهواء كان هناك اتصالات واردة حول اختبار الأمسات الذي يعتبر يمكن هو القياس الحقيقي للدخول لأي جامعة شو كانت استفسارات الطلاب أكثر وما هي الشروط الواجب تبافرها ونودع نضع لها إضاءة أكثر حتى كل من يتابعنا اليوم يأتي إن شاء الله وهو يكون يوافي هذه الشروط حتى يتقدم إن شاء الله للجامعة التي يريدها نعم من الأشياء التي كانت كان عليها تركيز هي مسألة هل هناك جامعة أو كلية لا تشترط اختبار الأمسات فكان الرده كالآتي اختبار الأمسات يعتمد على التخصص الذي سيختاره الطالب لذلك يجب أن يأخذه عند الاعتبار قبل أن يختار التخصص أو عند اختيار التخصص يجب أن يراجع ما هي اختبارات الأمسات المناسبة لهذا التخصص وهو أيضا يختلف باختلاف التخصصات في الجامعات لأن هناك تخصصات تكون تحت نوع من الكليات لا يحتاج إلى أنواع محددة من الاختبارات ولكن في جامعات أخرى يحتاج هذا نوع من الاختبارات لذلك مسألة المعرض عندما يأتي الطالب إلى المعرض ويحاور الجامعة سيتعرف أكثر على نوعية الاختبارات المناسبة للتخصص الذي يرى أنه عند اهتمام فيه فكانت هذه واحدة من الأسئلة التي تكررت كذلك من الأسئلة الأخرى هي أن ما هي الورش التي سنقوم بتنظيمها وكذلك كيفية زيارة المعرض لأن مثل ما تعرفين نحن ولله الحمد طالعين من جائحة وكان هناك استفسارات بخصوص التواجد في هذه الورش والمعرض ولكن إحنا أبلغناهم أن هناك مرونة في الجراءات الاحترازية وخاصة أننا خفضناها وأن لا يحتاج إلى التسجيل يمكن زيارة تهيط شرق الكتاب في أي وقت جميل حدث كذلك أستاذ إيماني يمكن أهمية تواجد الطالب بناحية وجهة نظرات عفون من خلال الدورات السابقة كيف رأيتم أيضا تفاعل أولياء الأمور أو رسالة توجهينها لكل ولي أمر اليوم يعلم بهذا المعرض يمكن هذا المعرض سوف يحمل تحت قبته العديد من المؤسسات التعليمية يمكن المؤسسات الخاصة تقريبا ومختلفة أيضا خيارات واسعة تقريبا مثل ما ذكرت هناك أسماء قيمة يعني جامعة الشارقة وغيرها من الجامعات الأخرى يمكن لها أسم كبير ومنتشر تقريبا لكن هناك جامعات أخرى يمكن يكاد الناس لا يعرفونها يمكن هناك شروط يستصعبونها في بعض المرات تحدث عن هذه الواجهة سيدة إيمان في معرض التخصصات أحد أهداف المعرض أن نقوم بتعزيز دور أولياء الأمور في دعم الطلبة أو الفئات المستهدفة المختلفة في اختيار التخصص المناسب لهم من الأشياء التي كنا دائما نناقشها أن بعض التخصصات يجب أن يكون مساحة آمنة لهذا الطالب لأن يعبر عن رأيه ويسأل كل الأسئلة التي محتاج الإجابات عليها وليس أن يكون تحت ضغط أحد الوالدين أو زملاء في الصف أو أن يكون تأثير المجتمع المحيط فيه لذلك في المعرض عادة الورش تكون مركزة على الطالب حتى يستطيع أن يأخذ زمام الأمور في دعم من ناحية التخطيط كانت من أحد الأسئلة التي نسألناها هي مسألة أن من رايت هل ترى أن هل الطالب يجب أن يتواجد لوحده في معرض التخصصات فأنا قلت لهم نحن نتعامل مع طلبة الثانوية العامة في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بأنهم في مرحلة انتقالية من الناشئة إلى الكبار إلى الناضجين فلازم نعودهم على مسألة أن هذا قهارك وأنت تتحمل مسؤولية القهار وتحاول أنك أنت تخطط له بطيقة الصحيحة لذلك الجانب الخاص بأولياء الأمور أن نحن نحاول نوعيهم في مسألة أن يجعل الطالب يتخذ قرارة وحاورة عن الأسباب لأنه ممكن الطالب يتعذر والابتعاد أيضا عن الإجبار من أولياء الأمور تقريبا لإختيار التخصص فهي فكرة اللي هو حاورة واسمع الطالب شو مهتم فيه وفي نفس الوقت ناقش نقاش أنت تفهم الاهتمام هذا نابع من وين فهذه الأشياء نصلط الضوء عليها لدينا مكتبة بشرية وفي المكتبة البشرية جلسة حوارية نقاشية لأحد أفراد المجتمع اللي يمر في مرحلة اختيار التخصص وكيف انتهى فيه الحال لأن يعمل في الوظيفة التي يحلم بها جميل فعندما تكون أنت محاط بالجامعة وأفراد من الجامعة يمكنك أن تسألها كل الأسئلة اللي موجودة عندك وفي نفس الوقت تتعامل مع أشخاص مرة وفي نفس التجربة اللي يالسة مر فيها نحن نريد أن نوجه رسالة لهذا الطالب أن مسألة القلق في هذه المرحلة هي طبيعية جدا وحتى لو كان هناك نوع من تغيير القهارات أيضا مرحلة طبيعية جدا هي لا تثير مسألة أن هذا الطالب غير مستعد ولكن لأنه قرار مصيري مستقبلي فأنت لديك الحق بأن تكون متوتر فعلشان نحن في المعرض نحاول أن نحيطها بمختلف الأفراد سواء من الجامعة أو من المجتمع حتى يعرف أن عادة هناك أكثر مقار ممكن أن تتتخذ ونحن ندعم في هذه المرحلة وندعو جميع ولياء الأمور لدعم هذا الطالب جميل نود رسالة وأيضا نصيحة توجهنا لكل ولي أمر اليوم يشوفنا حتى يستغل فرصة تواجد هذا المعرض الذي يتيح تحت قبته ويعتبر أيضا منارة مضيئة للطالب نفسه لاختيار التخصص نود التأكيد على موضوع أن لا تجبر ابنك على اختيار التخصص الذي أنت تريده بل اترك المجال لابنك حتى يختار التخصص والمجال الموجود لدي يمكن مثل ما ذكرت هناك حرية في الاختيار القلق متواجد لكن واجب عليك أنك تفكر وترى أيضا الجامعة التي أنت تناسب لك تقريبا نعم نحن نتفهم قلق أولياء الأمور وأيضا نتفهم برغبة وميول الطالب كنت بس أبغي أوضح شغلة أن بعض التخصصات ليس فقط لهذه المراحل الدراسية هي للجميع لمن يريد أن يستكمل الدراسة الجامعية ولم يتسنى له ذلك مسبقا وكذلك للأفراد الذين يتعرفون على نظام التعليم في الدولة ونريد أيضا أن نستهدف الأفراد الذين عندهم اهتمام في الدراسات الأولية كذلك فهو للجميع لذلك أولياء الأمور لديهم طموح أنا متأكدة ولديهم قلق بالنسبة لأبنائهم ولكن يتشوفون الفئات المستهدفة المختلفة ويدعمونهم في القرارات التي يأخذونها لأنهم محتاجون الدعم ومحتاجون التحفيز لذلك نود إن شاء الله برامجكم القادم أستاذ إيمان والطلعاتكم إن شاء الله لمكتبة الشارقة العامة بالنسبة لنا القادم سيكون هو امتدال لمعرض التخصصات دليل ملتقى دليل المهني إن شاء الله حاليا نحن ننظمه لنهاية شهر نوفمبر وهو امتدال لهذا المعرض لأن شيء يعقب الجامعة سوق العمل فما هي الخيارات المتوفرة لدي لو لم أحصل على وظيفة كيف يمكن أن أتعامل مع التشبع الذي يصير في السوق مرات نحن نتخذ قائرات والقائرات هذه لن أقول أنها خاطئة ولكن لها مثل ما تقولين تبعات فالملتقى هذا إن شاء الله سيجيب على أسئلة مختلفة تماما عنه للملتقى التخصصات وأتمنى من الجميع أن يتطلع إلى هذا البرنامج إن شاء الله أستاذ إيمان استمتعت بهذا اللقاء ومكتبة الشارق العامة دائما ترفض ليس فقط من الشأن الثقافي بمكتباتها بمعارفها بكتبها الشيقة والميزة وأيضا ترفض من ناحية تتعم هؤلاء الشباب والطلبة وليس فقط طلبة وإنما كل من يريد أن يأتي إلى دولة الإمارات ويستقي من جامعاتها من كلياتها المتواجدة هنا في الدولة وبتحديد أيضا في إمارة الشارق بجامعاتها بكلياتها المهنية وأيضا العلمية شكرا لك على هذا اللقاء يعطيكم العافية في كل البرامج التي تقدمونها ويعطيكم العافية مرة أخرى